بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية الأخ الفاضل رسلني في الصباح الباكر وقال إنه قد ترك الوهابية فقلت أرسل رسالتك فأرسلها صوتية ثم قلت له اكتبها كتابة لأن يعني أيسر علينا لأننا سنقرأها فأتعبناه بكتابتها فكتبها مشكورا وهنا أقول من أحب أن يرسل قصته كاملة صوتية أو ملف مرئية فيديو نرحب بهذا وستنشر في برنامج آخر حتى لو كان من الإخوة الذين سبق أن رسلونا لكن هناك شروط عندنا الملف ينبغي أن يكون قصيرا أيسا ليس قصيرا جدا يعني لا يقل عن عشر دقائق لا يقل عن عشر دقائق ولا يزيد عن نصف ساعة لا يقل عن عشر دقائق ولا يزيد عن نصف ساعة تذكر فيه تجربتك مفصلة هنا تذكر اسمك أيضا نعم إذا لم تكن خائفا ولا يوجد إشكاليات فأرسل لنا ولكن أكتب كتابة من جانبها هذه قصتي بالصوت للنشر عند ذلك سننشرها بصوتك وبشرط أن لا تكون قد نشرت في موقع سابق هذا الشرط أساسي إذا نشرت في أي موقع سابق فنحن يعني لا ننشرها وتتعهد بهذا أما الرسائل المكتوبة فمرحبا بكم وأيضا ننتظر المزيد يقول أخونا الفاضل درست في الأزهر الشريف لمدة 12 عاما وعمري الآن 18 ما زلت أدرس طوال فترة دراسة لم أكن مقتنعا بما أدرسه بالأزهر كنت كثير الطعم بالشيوخ الأزهر الشريف وعلماء الأشاعرة حتى أنني كنت أحذر من شيخ الأزهر الإمام الطيب لأنني كنت أظن أنني على الحق وكنت أقتدي بابن عثيمين وبن باز والفوزان وغيرهم خيشة يعني مثل بني إسرائيل يتركون المن والسلوى ويبحثون عن الفوم والعدس والبصل سامحني أخي أنتكم فاضل وعزيز لكن هذه تمثل حالة من يترك الأزهر الشريف ويبحث عنه كما الشرى المسلم والتنصر لا أشبه الوهابية بالنصار لا لا هذا مطلق التشبيه لا يعني تشبيه من كل وجه أقصد أنك تركت الخير وتبعت الشر يقول وهذا كله بسبب أني كنت برفقة أصدقاء على المنهج الوهاب الخبيث تعلقت بهم وكانوا أكثر أكبر مني عمرا وبعدها دار بيني وبين صديق لأشعري يدرس بالأزهر خلافات كثيرة بسبب أني سلفي وهو أشعري وكنت أعجز عن الرد عليه لأنه يرد بالدليل بعدها بدأت أشك بمنهج الوهابية وبدأ يظهر لي جهلهم وتجسيمهم وفي هذا الوقت كنت أدعو الله في سجودي أن أتعلم العقيدة الصحيحة فعرفت حضرتك صدفة يعني صدفة مراد به بدون معاد هذا مقصد الناس ليس أن هذا بدون قدر لا القدر ثابت فانتبهوا جيدا هناك من يعني يحرم هذه الكلمة سنشرهها إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله فعرفت حضرتك صدفة وكذلك الدكتور سعيد فودة ثم تابعتكم على اليوتيوب وتعلمت منكم الكثير والتمست والتزمت بما أدرسه في أزهر الشريف وتيقنت أني كنت على خطأ وكان الله استجاب دعائي بعدها عدت إلى أصدقاء السلفيين وقلت لهم إني أصبحت أشعرية فدخلنا في جدال كبير حتى تحول إلى مناظرة فناظرتهم حتى لم يتمكن أحد منهم أن يدافع عن معتقده بكلمة فأعرضت عنهم وقلت لهم كيف تريدونني أن أتبع منهجكم وأنتم تعجزون عن الدفاع عنه وأصبحت اليوم أعلم وأصبحت اليوم أعلم غيري العقيدة الأشعرية وبفضل الله نجحت في إقناع الكثير أن يتركوا منهج الوهابية وأن يكونوا أشاعر بل وأن يدرسوا في الأزهر الشريف جزاك الله خيرا وبرك الله بك ما هي آفة الأزهريين أما الأزهريون العظام فليس لهم آفة وأما كثير من المنتسبين إلى الأزهر من أساتذة وطلاب ليس لديه القدرة لا العلمية ولا العقلية أن يعرض منهج الحق ومنهج أهل الحق على وجهه الصحيح لا يفقلت كثير نعم لم أقل الجميع وبلا شك هذا لا يعد أزهرية وإن لبس العمامة الأزهرية الأزهر عندنا هو المعهود وليس الجنس الأزهر الذي أعظمه الألف واللام هذه عهدية ليست جنسية ففهموا جيدا ليس كل من لبس العمامة الأزهرية بل من كان على نهج الأئمة من علماء الأزهر من أئمة عصرنا فضلا عن السابقين الشيخ سلام العزامي من أئمة الدنيا الشيخ يوسف الدجوي الشيخ الإسلام يوسف الدجوي أكثر الأئمة العظام الشيخ الإسلام الكوثي رحمه الله والشيخ الإسلام مصطفى صبري حينما قدم إلى مصر جلس في وقف الأزهر يطلبان العلم مع علو كعبهما فيه الأزهر الذي نعرفه ذلك لكن بأسباب عديدة ليس هذا موضع شرحها حصل نوع من الضعف وأنا الحقيقة حينما أتكلم مع الأزهريين والحقيقة أنا أعشق الأزهر وتراب الأزهر وشيوخ الأزهر العهدية ليس الجنسية افهمها جيدا ما تقول للهلال وخذ الجندي لا أنا أتكلم عن أزهر حينما أنصحهم وأعلمهم الحقيقة هذه بضاعتكم ردت إليكم علومنا النافعة معظمها جاء من الأزهر الشريف ولنا الفخر بذلك ولنا العز بهذا هذا الأزهر قلعة الإسلام قلعة أهل السنة والجماعة كثير من الأزهريين يدرس لكن لا يحسن عرض العقيدة ولا الفقه أما يأتي الوهابي فيلخص وهذا ينتبه جيدا لكل من يسمع كلامي خاصة من آسيا الوسطى ومن أندونيسيا وماليزيا يرسل ولده وهو مطمئن أن ولدي سيعود عالما أزهريا ولا يتابعه من يدرسه ليس الأزهر ولا شيوخ الأزهر أصدقاء له من الوهابية يأخذونه هنا وهناك دعوات طعام ونحوها إلى شيوخ وهميين هلاميين فيأتي بالبؤهل الأزهري مع ضلالات الوهابية كونوا على حذر انتبه لا ترسل خاصة الأمم هذه البعيدة أندونيسيا ماليزيا آسيا الوسطى إذا لا ترسل واحدا منفلدا إلا إذا كان عالما أو طالب علم يعني قد قطع شوطا كبيرا أرسلوا مجموعة والمجموعة بإشراف أستاذ يكون معهم يبيته معهم ويأكل معهم ويشرب معهم هكذا يكون العلم الصحيح لقد نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا فما تفنى العناقيد هذه الثعالب ما في أكثر منها في الأزهر حول الأزهر ليس في الأزهر يرسلون أولادهم من الأزهر ليصطادوا هؤلاء الناس لا حسن عرض العقيدة لاحظ بجلسات بفضل الله سبحانه بجلسات وربما جلسة واحدة لما لديه عقل وعلم وفهم العربية يعود إلى الحق أخوان أخوان هؤلاء الذين يتبعون السلفية كثير منهم طيب وفيه خير هو يبحث عن السلف الصالح طريقة الوهبية هي التحذير الهائل من أهل العلم والدين والإخلاص الأشاعرة فحينما يكرهونه الأشاعرة ضامنوا أنه لن يدخل إليهم ثم بعد ذلك أصابوا التخدير يقبل كل شيء استسلم للوهابية أول قضية في الوهابية أن تسلم العقل فتح الله عليك يا أخي وبرك الله بك ونفعك وفتح عليك وفتوح العارفين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحب أجمعين ترجمة نانسي قنقر